اشتركوا في القناة 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 دايما الدكتور المتقلق المتجدد المتنوع دايما في كل دراساته ما شاء الله عليه اللي دايما بينطلب مننا ان احنا نسأله كتير عن حاجات كتير جدا اول سؤال دايما استيام يا دكتور وان شاء الله هيأثر سلبا ولا اجابا على كورونا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم هو موضوع الوباء بتاع كورونا ارتبط ببعض الخرافات كتير بصراحة احنا يعني لاحظناها اول خرافة ان دفن مية كورونا بيبقى مصدر لانتقال العدوى وانشر الوباء دي كان مرحب واحد وده اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت خرافة التانية ممكن كان يقولك مثلا ان حبس نفس الانسان لمدة عشر ثواني واذا اصيب بالسعال او لا ده يدل على انه مصاب بالفيروس وده طبعا اعتبر خرافة لان الفيروس الاصابة بالفيروس لا تشخص الا عن طريق فحوصات معينة معروفة طبيا خرافة تالتة على سبيل المثال مثلا ان شرب الشاي بالتوم بيوقي من الاصابة بالفيروس وده طبعا سمعنا كتير جدا هو التوم بيرفع المناعة عمتا يعني في بعض الحاجات اللي بترفع المناعة بس طبعا الفيروس لسه اسسا ما اكتشهوش علاج ولسه يعني الحاجات دي لسه بدر اول نحنا نقول ده بيوقف مثلا اوضاع علاج لسه نتيجة ابحث كتير لسه ما حصلتش يعني تمام فالتطور بقى الفكر الخرافات دوت ان الصيام في حد ذاته ممكن يكون سبب ان الاصابة بالعدوى يعني ما يبقاش فيه وقاية من العدوى واحنا اتكلمنا ان احنا العدوى ليها اساليب معينة وقواعد معينة للوقاية فهما جات فكرة ان الصيام يؤدي للعدوى عن طريق يعني بيضعف مناعة الجسم ومقاومته للمرض وبيعرضه العرضة للوباء من فكرة ان الحلق بيجف وان المفروض ان الانسان يشرب ماء كل اربع ساعات ويشرب حاجات دافية بل ده في ناس كمان قالت كل ربع ساعة هو دكتور هو الفيروس بيروح على الرأتين يعني المفروض من الجهاز التنفسي يعني هو ممكن عن طريق الحلق برضو يروح على الرأتين هو تنفس عن طريق البق يعني اهو الفكرة الخرافة دي بلأت ان هو ترطيب الفم باستمرار عن طريق الماء والسوائل دافة كل ربع ساعة بيؤدي الى ترطيب الحلق ويخليش ان الفيروس يستقر في الحلق وينزل المعدة ويقتل عن طريق الحمض المعدة ودي طبعا خرافة لان اصابة الانسان بالفيروسات لازم تحتاج الاف بل ملايين من الجسيمات الفيروسية في الحلق نفسه شرب الماء بهذا المعدل ما بيأثرش على العدوى في حاجة هو شرب الماء طبعا هو منصوح بيه اذا ما اتكلمنا المرة الفاتد لصحة الجسم ككل قلنا من 8 ل 12 كباية هم اقروها من ممكن منظمة الصحة العالمية بالنسبة للبواباء دوت من 8 ل 10 كباية في اليوم فممكن اشربها بين المغرب والفاجر في خلال الفترة بالعبس اذا تطرق الموضوع ان الصيام في حد ذاته ممكن يقوي منعة الانسان من الناحية الفيسيولوجية ومن الناحية المناعية يعني هو لما بيرفع روح المعنوية للانسان وعلاقته بربه بتزيد وبيحصل صفاء روحي فده طبعا تحسن الحالة النفسية يؤدي الى تحسن المناعة ده رقم 2 اللي مفاهش شك بقا رقم 1 تكلمنا فيها ان هو مع الصيام بيقل وزن الانسان بتقل الدهون في الدم بترتفع كفاءة القلب بينشط الجهاز المناعي نفسه بيزداد التخلص من السموم فهو من الناحية الفيسيولوجية هو بيقوي المناعة ومن الناحية النفسية كمان ارتفاع الروح المعنوية الصفاء الروحي اللي بيحصل ده ممكن يؤدي الى ارتفاع الروح المعنوية وإحنا بالمناسبة بردو بالمناسبة رمضان احنا بنهن كل المصريين بعيد القيامة وبقدوم شهر رمضان مبارك وعايزين بس في شهر رمضان ننشر او فترة المرض كانت فيه طاقة سربيه كتير جدا قدوم رمضان عاوزين ننشر حاجات ايجابية يعني ناخد الحاجة الايجابية في شهر رمضان يعني حاجات بسيطة جدا يعني ان احنا ممكن نعلق زينة في البيت نعلق زينة في الشارع يعني حاجات كلها بسيطة ما هيش مكلفة وفي نفس الوقت ان هي يا دكتور بتنشر الطاقة الايجابية اللي احنا اصلا محتاجينها في الوقت ده طبعا طبعا وعشان عاوزين برضو نتخيل ازاي الفيروس ده هينتهي او التصور ان هو هينتهي ازاي يعني كل غباء بيقعد فترة ولازم في النهاية بانتهي يعني البشرية عدى عليها مراحل كتير من الاوباء طعون وصل وشال الاطفال عدى حاجات كتير اواء على البشرية وان شاء الله كورونا زي الاوباء اللي هتعدي عاوزة اعرف بس ايه التصور اللي ممكن ينتهي بفيروس كورونا والله طبعا الناس كلها مشغولة يعني احنا عندنا كل الناس بتتكلم احنا عندنا عايشين في الجو ده لغاية امتى فهو طبعا من الدراسات من الخبرات السابقة بالنسبة للاوباء اللي مرت بها العالم مبارن بها مصر فبدأ يتحطط يعني احتمالات يعني تصورات لمصارات الوباء ده هتمشي في انهي اتجاه من الخبرات السابقة يعني مش اول مرة بيحصل فيه وباء ده كان فيه وباء الطعون ومات فيه من حوالي 75-200 مليون سات 1300 اعتقد 46 يعني ده نسبة يعني على عدد سكان العالم وقتها دي نسبة نسبة خرفية نسبة كورو جدا ما كانش فيه تقدم طبي زي النهاردة بس العدد الوفيات بالنسبة للبشر ده كان عدد يعني عدد كبير جدا عدد كبير ده ده مات 50 مليون سات 1918 في الحرب العالمية الاولى في الانفلونزة الاسبنية 50 مليون طبعا في ظروف الحرب وما فيش اي وسائل وقاية وما فيش اي نظرة شخصية لا وهو توجه كله كان لحادة الحرب يعني زي ما حضرتك قلت ان احنا لو لو كل دبابة كل طيارة كل حاجة حربية ومقالة حربية لو احنا استقطعنا او احنا حولناها للحاجة اللي هتفيد البشرية والمجال الطبي ما كناش احتاجنا ان احنا دلوقتي ما فيه عندنا ازمة في جهزة التنفس مثلا كان في الابحاث العلمية كان نتطورنا اكتر من كده فهو طبعا هو احتمال ان هيحصل احتواء للفيروس وده الاحتمال الاول فده احتمال يكاد يكون مستحيل يعني هو لما اصيب العلم بفيروس سارس سنة 2003 تم احتواء الفيروس لان خضرته على الانتشاركة ضعيفة وتم ان تخخيص كل الحالات اللي عنده فيروس وتحطت في حجر صحي للعلاج خف منهم اللي خف ومات اللي مات وتم احتواء الوباء يعني تم احتواء الوباء برفع المقاومة البشرية منذر تدخل طبي لا تدخل طبي ده حصل طبعا بس ما هوش الاساسي او اللي هو العمل الرئيسي في احتواء السارس لا هو مواصفات الوباء نفسه هي لساعدة الانظمة الصحية تحتوي لان هو كان هو فيروس كان اشد يعني اكثر خطورة من الفيروس اللي احنا فيه وكان قاتل بنسبة اكبر من اللي احنا فيه دلوقتي بس قدرته على الانتشاركة ضعيفة شوية مش زي القدرة الكورونا الكورونا المستجد فهو قدرته على الانتشار فده خليه مستحيل للاحتواء يعني صعب ان احنا نحتوي نجيب كل الناس اللي تم اصابتها ونحجرها ونعالج اللي يتعالج ويموت اللي يموت ويبقى موضوع الفيروس انتهى يعني دي فكر مش طبعه ده فده طبعا مستحيلة ده رقم واحد رقم اتنين ان احنا نسيب الدنيا كده اللي يصاب يصاب وبعد الفيروس اللي قابله يصيبه اللي يخف يخف واللي يموت يموت وتبدأ تعمل منعات القطيع هذا المنع الطبيعية يعني يعيش ولا وده طبعا مفيش حد اقره من دول العالم ككل وكل الناس رفضته الانتشار تطور الانتشار ده صعبة جدا يعني عشان نسيبه كده هيصيب عدد كبير وحيب في خسائر وحيب في خسائر وحيب في خسائر وحيب في خسائر 40 سنة ده حاجة صعبة جدا ان هي الانظمة الطبية تسيبه بالشكل ده كده تمام الاحتمال التالت ان احنا عايزين نوصل لمنعات القطيع بس تحت يعني تحت السيطرة شوي ان احنا نقلل فترة يعني نوصل اللي زرها تنتشار المرض ببط فندي فرصة للأطقم الطبية ان هي توجد حلول ان احنا بنحط حجر صحي بنحط عزل اجتماعي بنحط الكلام ده في الفترة دي احنا بنحاول نهاية نفسنا لمعالجة الناس اللي حتوا صاب وبنحاول نهاية نفسنا ان احنا نحط لقاح معين للأبحاث للكورونا بحيث ان احنا نحط موضوع منعات القطيع ده تبقى يعني ايه مبرمجة يعني تحت تحت التحكم تحت التحكم فتقل طبعا هيحصل خسائر بس مش هيتبقى زي ما احنا سايبينها كده نه طبعا ثانية احنا طبعا على امل ان ان شاء الله يحصل فيه مفاجآت سعيدة باذن الله ان نوصل للقاح بسرعة ايوه ان احنا نوصل ان احنا نبدأ نستخدم ادوية موجودة بالفعل في علاج هذا المرض لان احنا عشان نوصل لادوية جديدة فاحنا بنحاول نشوف ادوية متدولة بتستخدم في امراض تانية وده اللي حصل في الافجان وغيره الكلام فده الامل يعني 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 تكون مفاجآة سعيدة يعني بس لحد ما نوصل لحالة دي المفروض ان احنا برضو نلتزم باليجابية طبعا طبعا بالحجر والحجر طبعا طبعا طيب عنوان حلقتنا النهاردة يا دكتور طبعا احنا محظرون في البيت وانا برغم ستات كتير اوه متكلمة في الموضوع ده والسمنة كل عمال يأكل يتفرج على التلفزيون وياكل ويتفرج على التلفزيون وياكل فالسمنة بدأت تنتشر فعلا خلاص وخصوصا عشان احنا خلاص يعني محكم علينا او احنا قلنا ان احنا هناخد الموضوع بشكل ايجابي اكتر ان احنا واخدين اجازة من الشغل هنعتبرها اجازة مش هنعتبرها حظر هنعتبرها اجازة في الوقت ده عايزين نحافظ اقول لي بقى السمنة واسبابها ايه علشان كلنا نفتديها متفضل اه حضرتك بتقولي ان احنا ما عادنا في البيت بدأت السمنة تنتشر لا ده السمنة منتشر من زمانة لا بس ده عامل بزيادة اه هي بدأت يعني تزيد بزيادة او بزيادة شوية زيادة فو زيادة زيادة فو زيادة يعني اذا كان فيه وباء اسمه كورونا المستجد ففيه وباء موجود من زمان اسمه السمنة وبدأ يظهر في العصر الحديث اكتر ايه يعني احنا فيه وباء اسمه السمنة لما تيجي امريكا كل تلاتة فيهم اتنين من تلاتة وزنهم زيادة واحد من تلاتة يعني واحد من الاتنين اللي وزنهم زيادة ده واحد بيعاني من السمنة المفرطة فانا عندي سمنة مرضية واحد من كل تلاتة في امريكا فهذا الوحده وباء الأسباب الأسباب زي ما حالك هم بيقولوا أعوام البيئية وعوام الجينية فهو طبعا هو معادلة اللي بتحكم موجود السمنة أصلا معادل دخل الطاقة وخرج الطاقة المفروض أنها يبقى عندي دخل طاقة متناسب مع خارج الطاقة يعني خارج الطاقة ما يبقاش عندي سعرات زيالة بتدخل الجسم وما بتخرجش ما بستخدمهاش فيبدأ يتكون بها خلايا دهنية سواء الخلايا الدهنية بتزيد في الحجم أو بتزيد في العدم كويس جدا فده ما يبقى عندي سعرات زيالة فده يبدأ أخزنها في الجسم بعبارة عن وزن زيادة وجود الحاضر وعدم الحركة وعدم الرياضة ومش عارف ايه ده عامل يعتبر زي ما حالك بتقولي كده بالإضافة أن أنا قاعد في الفاتف فباكل زيادة فبزول دخل الطاقة وما فيش خارج الطاقة البسطات اللي على التلاجة بتقولك ما تفتحش التلاجة هل ما تفتحش التلاجة التلاجة إيه جي يعني حضرتك بتكلم في معدل الانتشار في أمريكا مثلا هو واحد إلى ثلاثة ده مرض أو ده معدل الانتشار مرضي ده سمنة مفرطة واحد من الثلاثة أو الاثنين بقى من الثلاثة ديه سمنة اثنين وزن زيادة واحد يعتبر سمنة مفرطة سمنة مرضية مفرطة طيب المعدل ليها معدل عالمي مثلا السمنة ولا على حسب نظام كل دولة مثلا في الأكل أو شلوب الأكل أو الطريقة مثلا لأكل واجبات السريعة على الواجبات الجالزة الأكلات المصرية مثلا اللي هي فنسبة دهون سبك أكتر ولا هي لها معدل عالمي ممكن نقدر نقول لها السمنة لها معدل والله بص هو الدراسات اللي وصلتنا بالنسبة للمعدلات الانتشار يعني في حدود العلمي دلوقتي الدراسة اللي اتعاملت في أمريكا حكايت بقى دول العالم التانية طبعا بتختلف البيئات من بيئة لبيئة والكلام ده فأنا ما عنديش أغف بس هي يعني يعتبر مؤشر لأن دلوقتي العالم مفتوح على بعض فنفس نفس ستايل الحياة يعني نفس الوجبات السريعة نفس الحياة دايما اللعبة الحياة تخدنا طبعا أي حاجة غير طبيعية أو أي حاجة غير سليمة لازم يكون لها مخاطر طبعا يعني حتى لو حتى لو الأعداء الغير سليمة أنه غير سليم طيب السمنة مخاطرها يعني أو هي مثلا بتأثر أكتر حاجة ممكن تأثر عليها السمنة السمنة بتأثر في اتجاهين يعني نحن ما نيجي ندرس أي رد فعل علاج أو مرض على أي منا آدم ندرس في اتجاهين أول حاجة زيادة معدل الأمراض وجودة الحياة اللي هو بيعيشها المريض رقم اثنين الوفاء معدلات الوفاء طبعا السمنة بتعرض المريض للوفاء بنسبة كبيرة يعني توصل للوفاء طبعا طبعا دي السمنة المرضية والسمنة المفرطة آه حنيجي نشوف حنيجي نشوف الحاجات دي جات مني المريض بالسمنة قلبه بتأثر بيصاب بداء السكري اللي هو من النوع التاني بيبقى عرضة نسبة كبيرة لدرجة العينين اللي بيتعالجوا بعملات دم بتلاقي يعني فيه أمراض معينة كده بترتبط 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 للسمنة أمراض القلب أمراض السكر أمراض القلب طبعا لما بتزيد أو بيزيد الحمل عليها بيضع في المطور طبعا مع زيادة الدهون في الدم ومزع زيادة الدهون بيزيد احتمال تصلب الشريين ويتأثر الشريين اللي هو التاج اللي بيغزي القلب وهكذا بيطبط دخول الدهون بين عضلات القلب وبعضيها بيضعف أداء القلب نفسه بتزود معدل تكون الجلطات في الدم فده كلها بتأثر آه بتأثر دي كلها تأثير مباشر طب معلش يا دكتور نحن عاوزين بس يعني تصلب الشريين تخيل تصلب الشريين كده تصلب الشريين هو المفروض أن جدار الشريين نفسه كان حجمه بيقى زي الأستك كده يعني باختصار كده ترسيب شوية دهون أو تكلسات على جدار الشريين بيخليه مش زي الأستك يعني بيثبت الحج مثلا ما بيخليش في مرونة وفي نفس الوقت يعني مثلا وتخيلنا مثلا أن صاريان الدم بيبش مثلا وليكن الشريين ده صنطي مثلا التصلب مثلا بيقلل المساحة دي بيقلل الحجم بيقلل الحجم بشكل أنه هو بتكون على الجدار لما بيتغير هو بيأسرع على طبيعة حركة الجدار نفسه جدار الشريين فبيفتقد هذه المرونة لهذا الأستك دي ثانيا بيأسرع الغشاء المبطن لهذا الشريين فبيأدي إلى ترسيبات عليه فبيقلل إذا حضرتك كده برضو القطر هذا الشريين وبيأعرض لتكون الجلطات عليه إلى درجة أنه ممكن يتسد تماما فبيبقى عرض لتكون الجلطات على جدار هذا الشريين لدرجة أنه ممكن يتسد تماما يعني السمنا خطيرة جدا خطيرة جدا ده بالعكس ده مرتبطة بأمراض تانية كمان يعني مرتبطة بسرطان في الأمعاء بسرطان في السمنا ممكن توصل طبعا الناس اللي وزنها زيادة مرتبطة أن الأورام في المعاء بتزيد الأورام في التادي بتزيد مرتبطة بأمراض أخرى لزي ما تكلمنا المرة اللي فاتت عن ارتجاع المريء والحمودة بتزيد مع السمنا الأمراض المرارة الحلقة اللي قبل اللي فاتت وتكون الحصولات بتزيد مع السمنا ده نقطة تانية يعني لها مخاطر كبيرة جدا بالإضافة إلى المخاطر النفسية والمجتمعية يعني أنت في الوقت وفي فيروس ثالث هوا هنتكلم فيه كلام الناس كلام الناس مش دايما تعليقات السخيفة دايما بيتجنب المجتمعات دايما فده طبعا بتأثر علي بالسلف بيعيش حياة منطوي فيها فطبعا نشاطه المجتمع بيقل والحركة دكتور دايما بيحس أن هو قليل يعني مثلا ده قليل الحركة ليه يعني مش قادر يتحرك كتير مش قادر بيأسرع مثلا على المفاصل على العزام على بيأسرع الحالة المفاصل بتتأثر من الوزن يعني كل حاجة صحيا مفيش نفسه كمان بيتأثر يعني نفسه كمان ما بقاش أهد ياخد نفسه المساحة للرقتين بتقل مثلا حجم الضغط ضغط الأعضاء الداخلية بيقلل مثلا المساحة آه طبعا ده ما بيقدرش ينام يعني في عامية التنفس ما بيقدرش ان هو يكون في وضع الطبيعي في الزفيرة أو الشهيط طبعا ضعف عضلات التنفس في حد ذاتها زيادة الحمل عليها كون ان هو ينام وياخد نفس دوت بتبقى صعب عليه كمان طيب فدي مشكلة جامدة جدا طيب طرق علاج المشكلة الجامدة جدا دي يا دطر هو عشان يعني هو يعني هي لها طرق علاج كتير كتير متنوعة آه يعني هو تغيير مثلا نمط الحياة بظهر بعض الأدوية في الكلام ده يعني دي خارج تخصصنا شوان احنا نتكلم فيها احنا بنوصل يعني احنا اللي يخصنا في الموضوع ده هو المرحلة الأخيرة بقى وهو اللجوء للإيه للجراح يعني هو يعني بيبدأ الأول ان هو يغير نمط حياته بيبدأ ان هو يتابع مع حد اخصاء تغذية يزبط التغذية بتاعته بس اعتقد دي يا دكتور في السن العادية مش السنة المفرطة او السنة المرضية احنا لين ولا ممكن في السنة المرضية برضو نقدر ان احنا تدخل جراحية قبل تدخل جراحي في السنة المفرطة ممكن عادي يمشي مع دكتور أخصائي والله والله حضرتك احنا اختصرنا هذا الموضوع في قانون احنا قلنا ان اي مريض سمنة او ايه مريض عادي عادي زي شخص نفسه هل هو عنده سمنة ولا ده وزنه طبيعي فبيعمل حاجة اسمها معدل كتلة الجسم بيجيب الوزن بتاعه بالكيلو جرام يقسمه على الطول بالمتر مربع الطول بالمتر يبقى بيحط البسط بتاعه الوزن بالكيلو جرام والمقام الطول بالمتر مربع ماشي مضروب في نفسه يعني بيطلع رقم الرقم ده بناخده لو هو أقل من 18 ونص يبقى ده مريض اصلا بيعاني مش من السمنة بيعاني من النحاف ده لو أقل من 18 ونص اي المعادلة تاني يعني البسط بتاعها بيكون الوزن الوزن والمقام بتاعها مربع الطول بالمتر الوزن فوق بالكيلو جرام متحت بالمتر لو مثلا متر مثلا هعتقدنا هو 2 متر او لو هو مثلا 2 متر باربعة مثلا بتاحت في المقام 2 في 2 باربعة باربعة في المقام بس ما فيش حد 2 متر لا نفترض 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 على مسال صغير نحن نخذ بقام سهل 170 سنتي فانا مش هدرب 170 في 170 انا هدرب 1 و 7 من 10 في 1 و 7 من 10 وحطه في المقام تحت 1 و 7 من 10 متر في 1 و 7 من 10 متر وحطه في المقام تحت والبسط هحط الوزن بالكيلو جرام يعني المعادلة ان انا مثلا ايس وزني وعلى الطول من غير المربع يعني مثلا الوزن وليكن 100 كيلو على 170 يبقى انا مثلا انا مفروض وزني يطلع 70 انا باخد الرقم اللي فوق المتر اللي فوق المية اللي هو المعادلة اللي كنا بنسمعها لا دي ما بنعتمدش يعني دي غير دقيقة لا دي ما بنعتمدش عليها في القرار بتاع الجراحة في قرار الجراحة يعني عالم 1 و 8 من 10 او عالم 18 حضرتك قلت ده عنده نحافة او بيعالم طلع معدل كتلة الجسم اللي احنا حسبنا ده طلع عالم 18 ونص يبقى ده عنده نحافة من 18 ونص الى ما قبل 25 يعني 24 و 9 من 10 مثلا يبقى ده وزنه طبيعي من اول 25 الى ما قبل 25 و 9 من 10 يبقى ده وزن زيادة لا ده وزن زيادة من 30 ل 35 بنقول أن ده سهمنا من الدرجة الاول من 35 ل 40 بنقول ده سهمنا من الدرجة الثانية فوق ل 30 يبقى ده سهمنا من الدرجة التالتة تب امت التدخل الجراحي ده سؤالنا الأخير امت تدخل الجراحي ده واجب أو لازم بقى تدخل جراحي هنا احنا بنتكلم لو المريد معامل كتلة الجسم بتاعه 40 فيما فوق فوق الـ 40 ده بينبقوا مطلوب له عملية مطلوب له جراحي ده لازم تدخل جراحي لازم تدخل جراحي طب باختصار كده دكتور أنا أعزي أضيف نقطة كمان برضه عشان الناس ما يقول لك ساعتك عندي 35 ويعمل عملية اه لو عنده 35 لو معامل كتلة الجسم 35 زائد وجود مرض مزمن معاه يعني مثلا ضغط سكر يبقى ده برضو ده مريد محتاج عملية يبقى 35 زائد مرض مزمن او 40 فيما فوق ما عندهش امراض في نهاية حلقتنا تشرفتنا يا دكتور وكانت سلسلة حلقات ممتعة جدا ونتمنى ان شاء الله ان حضرك تشرفنا تاني في حلقات تانية ان شاء الله كل سنوح حضرك طيب والأمة الإسلامية كلها ومشاهدينا بألف خير والناس اللي في الغربة ان شاء الله يعود عليكم الأيام بخير وما حدش يزعل ان هو بعيد عن أهله للظروف اللي احنا فيها فان شاء الله ترجعوا لنا ويبقى رمضان سعيد معنا وان شاء الله تعدي مصر بكل سلام وانشروا البهجة وعلقوا الزينة وفرحونا وفرحوا البيوت وفرحوا الأطفال بقدوم شهر الخير شهر الدعاء شهر رمضان الكريم كل سنوح حضراتكم بألف خير السلام عليكم عليكم